اشتركوا في القناة 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 بل انه البعض اقسم باغلص الايمان انه الاهلي خارج البطولة من دور المجموعات وانه حتى مش هيقدر يوصل للأدوار الاقصائية فكان المشهد التالت فين في كذا بلانكا برضو كلمنا على بقى ازاي تخسر من الهلال في السودان وازاي تخسر من سانداونز وازاي تتعادل مع سانداونز هنا والكل قالك الاهلي مش هيعدي دور المجموعات مش مش هياخد اللقب ده مش هيعدي دور المجموعات وقد كان اللقب واحد من اغلى الالقاب واصعبها تتويج على حساب الوداد المغربي في كذا بلانكا على أرضه وعلى ملعبه وسط جمهوره هي هي نفس الفرقة اللي قدامكم آه ممكن تكون أسماء غابت ممكن تكون أسماء استجدت أو يعني جديدة على الفريق لكن في النهاية العقلية الشخصية واحدة هم دول أبطال الأهلي اللي ردوا على كل الألسانة اللي هجمتهم أو خلينا أقول بعض الألسانة اللي حاولت تختالهم معنوية في الملعب وهم دول اللي راحين كاس العالم اللي جاي فمش محتاجين نتكلم في أي وأنا بقول الحاجات دي على فكرة طبعا برونزية علام أولى وبرونزية علام تانية خلتهم الأفضل على مستوى إنجازات الأهلي في بطولة كاس العال هو ده الجيل ده هو ده الجيل للناس كتير النهاردة تزعم أنها بتنتمي للنادي الأهلي أو بتغير على النادي الأهلي بتهاجم اللعيبة دي واحد واحد في أسبوع في منتهى الأهمية اللعيبة دي تحملت من الضغط ما لا يتيق بشر ضغط عصبي وضغط نفسي وضغط بدني غير طبيعي فمش محتاجين من جمهور الأهلي الحقيقي اللي أنا بكلمه دلوقتي غير إنه هما يدعموهم عشان يقدروا يشرفونا بس مش عايزين أكثر إنه هما يشرفونا في بطولة كاس العالم ونقدر نقدر نحلم مفيش حاجة تغيرت صحيح آه المستوى مش في أحسن حالاته صحيح شوية في حالة قلق لكن في النهاية ده مش الأهلي بس يعني لما تبص على مشوار الأندية الكبيرة اللي ممكن وإحنا عادين مع بعض كده نقول هو مين يا جماعة مرشح لتحقي دور يا أبطال أفريقيا السنة دي حد يقول لك سان داونز حد يقول لك الوداة حد يقول لك التراجي حد يقول لك سينبا حد يقول لك الأهلي حد يقول لك كل واحد يعني هيرشح فريق من الفرق اللي ممكن تكون فرصها كبيرة في المنافسة على اللقب محدش يقدر يجزم بدا تعال بقى بص نتائج الفرق دي في بطولة دوري الأبطال شكرا بقول لك الأهلي ممكن يبقى مش أفضل حالاته لكنه أفضل الفرق من حيث تحقي النتائج متصدر مجموعته فرصته في مجموعته هي الأقوى سان داونز كل الفرق بالمناسبة كل فرق اللعبة الدوري أفريقي بتعاني معاناة شديدة جدا يعني تكلم على الوداد خاصة المطشين من ثلاث مطشات ومبارح فوز أعتقد في الدقاءة الأخيرة على سينبا كان فوز صعب جدا بشق الأنفس يعني زي ما بيقوله كسب سينبا واحد سفر سان داونز نهاردة بيتعدل على أرضه قدام بيرامدز والمطش اللي فات مغلوب مجموعته الأربع فرق هو ومازينبي وحتى نوازيبه اللي ما كانتش حد متوقع أنه يبقى يعني هو مجرد ديف شرف حصلت مجموعة النهاردة نوازيبه أربع نقاط مازينبي أربع نقاط سان داونز أربع نقاط بيرامدز أربع نقاط الترجي النجم السحالي كلها فرق كبيرة ورغم كده تعثرت بشكل كبير جدا فالسيزين استثنائي وخليناها ببقى منتفين على حاجة الأهلي هو أكتر لاعقة وأكتر فريق تقريبا في القارة بيلعب عدد مباريات على مدار الموسم ما فيش فريق على مستوى مصر مش فرقة مريحة أو مركزة في بطولة ولا بطولتين دا بيلعب أكتر عدد من المباريات وبينفس أعلى المستويات وغالبا ما بيوصل لمنصة التتويج فيعني إذا كان فيه رسالة في نهاية الكلام الأسبوع دا مش محتاجين غير إن إحنا ندعم فرقتنا وإن شاء الله بإذن الله نسندهم لغاية لما يقدموا بطولة كويسة بطولة تفرحنا وتشرفنا وتشرف مصر كلها وأتمنى أن كل المصريين الحقيقة أنا مش شايف يعني فكرة الناس اللي بتحاول فريق رايح يمثل مصر في بطولة كبيرة هيلعب مع فرق عظيمة فريق تحاد جده فريق كبير لعيب على أعلى مستوى لو إن شاء الله ربنا كلامنا في المباراة دي هنلعف لو من ينزل برازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لو روحنا لبعيد وإحلمنا ممكن نبقى منلعب مع السيتي في النهاء ده شيء يفرح ويشرف كله مصري فمفيش داعي إنك أنت تصدر غلك أو كرهك أو حقدك إنك مش قادر تكون نفس النموذج من النجاح في إنك تحاول تختلف فريق الأهلي مع نويا وزي ما بنقول الأهلي دايما في ظهره جماهيره عندنا أخبار كتير وتفاصيل كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم النهارد بس اسمحونا قبل ما نبدأ نروح لفاصل ونرجع لك نبدأ أخبارنا بتهنئة كبيرة مش بس الفرقة وأبطال هان بولف النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا والإداري لكن الجماعي النادي الأهلي بتأتويج بلقى بالسوبر المصري على حساب الزمالك وبالمناسبة دي الحقيقة كابتن خطيب كان رئيس النادي طبعا كان حريص على توجيه تهنئة للعبين وللجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كاس السوبر المصري وأشاد الحقيقة بأداءهم وبروحهم اللي ظهرت بشكل كبير أثناء المباراة اللي طبعا استضافتها دولة الإمارات الشقيقة وأكد رئيس النادي على أنه الحقيقة يعني فيه سعادة وحالة تقدير كبيرة جدا للمجهودات اللي قام بيها الفريق والجهاز الفني والجهود الكبير اللي استحقوا الحقيقة بسبب التتويج عن جدارة ببطولة كاس السوبر المصري واللي بيحملهم طبعا مسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم في البطولات المقبلة كل الشكر الحقيقة لرجالة الأهلي اللي أسعدوا كل جماهير مباراة بالتتويج بسوبر مصر في الهاندبول طيب من السوبر الهاندبول نروح مع حضراتكم لسوبر المصري اللي هيقام في نسخته أو في شكله الجديد في الإمارات إن شاء الله في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الشهر ده البطولة بداية خليني أقول للجماهير إنه تم طرح التذاكر الخاصة فيها بالبطولة دي اللي هيشارك فيها الأ 4 فرق أول مرة بتقام بالنظام ده شابه شوية اللي طبعا اللي بيتابع السوبر الأسباني ما كان عندنا بطل الدوري بيلعب بطل الكاس لا المرة دي هتقام بمشاركة أربع فرق أهم الأهلي وPyramids وFuture وسيراميكا البطولة بتصدفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجالي زي ما قلت لكم التذاكر ترحت بالفعل على موقع إلكتروني abudabi.platinumlist.net يعني لو عملت سرش على أي محرك بحث هتقدر تجيب اللينك بتاع الموقع الخاص بتذاكر البطولة وبتتراحل بتبدأ التذاكر من 7 درهم تقريبا بتوصل طبعا ده الدرجة السبعة بتوصل لحوالي 85 درهم في الدرجة الأولى خلينا نقول لكم أول 3 درجات 85 أولى 70 تانية 35 درهم للدرجة الثالثة أما بكرة وكما عودنا الأهلي دائما منافس على لقب الأفضل مش بس كنادي طبعا الأهلي مرشح للفوز بلقب الأفضل على مستوى قارة إفريقيا في التصويت أو حفل الجوائز اللي هيتم التوزيع بكرة واللي قرر بمناسبة الحدث ده مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يترقص طبعا بعث نادي الأهلي اللي هتشارك في كازابلانكا في المغرب السيد طرق أندي العضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي يحضر حفل اتحاد الأفريقي لكرة القدم ممثلا عن النادي الأهلي وسافر النهاردة الصبح لما ناله سلامة الوصول أعتقد أنه واصل بالسلامة والأهلي بينفس على أربع جوائز في الحفل بتاع بكرة طبعا لقب أفضل نادي على مستوى قارة إفريقيا الشناوي مرشح للقب أفضل حارس مرمى وبرسيتاو مرشح للقب أفضل لعب وهدف كهرباء في الهلال السوداني في القاهرة هنا مرشح لجائزة أفضل هدف كنت أتمنى الحقيقة وكنت شايف أنه من منطقي جدا 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 بعد الإنجازات اللي حققها مارسل كولر أنه على الأقل يبقى واحد من المرشحين للقب أفضل مدير فني لكن يبدو أنه لكاف وجهة نظر تاني طيب خليني أقولكم كمان فيما يتعلق برحلتنا بقى الكاس العالم منتظر بكرة إن شاء الله نهارده أجازة الفريق أجازة من التدريب وأعتقد أنه مشكلة الأهلي في تأديري طبعا أنا مش خبير وأغلب الناس اللي بتحلل أو بتنظر أو بتكتب قراءها من حقك طبعا تقول رائعك بكل حرية محتش قدر يحجر عليك في حاجة لكن في النهاية أنت مش على علم أو على دراية بباطن الأمور غير على الأهلي وحب للأهلي ونفسك تشوف الأهلي في أفضل حالاته كلنا كده وأنا زيكم ممكن أبقى مش راضي عن الأهلي بشكل كبير في الفترة الأخيرة لكن مفيش داعي لجلد الذات يعني مفيش كرسة حصلت مفيش مشكلة كبيرة حصلت تخلينا وإحنا راحين كاس العالم نبقى مركزين في الجوانب السلبية فأنا بيتهيالي أنه محتاجين أكتر نبص بشكل إيجابي لللي جاي وبعد كاس العالم يبقى لنا كلامتين وخصوصا أنه إحنا زي ما قلت بنفس على دوري الأبطال وبنفس على بطولات المحلية وفرصنا كبيرة إن شاء الله في التتويق قرر مجلس تدارة النادي الأهلي أنه يكلف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لترقص بعثة النادي الأهلي المتجهة إن شاء الله للممايك العربية السعودية هتسافر إن شاء الله بإذن الله بكرة يوم الاثنين هيكون فيه تمرين صباحي الساعة 10 الصبح وبعدها هتستقل البعثة الطائرة متوجهة للسعودية إن شاء الله وهنتكلم عن مشهور الأهلي في كاس العالم نهاردة مع نجمنا وضفنا في السادسة كابتن محمد حشيش بس قبل ما نكمل فاصل ونرجع لحضراتنا الأهلي بين عظاماء العالم أرقام قياسية قادرين إن شاء الله نزودها ونفرح جماهيرنا ثقاتنا كبيرة جدا في اللعيبة الحقيقة حط كل اللي بيتقيل ورا دهرك آه ممكن نبقى بش موفقين على فكرة الأهلي لعمتش شوت أول خليني أقول على علاقة دي شوت أول كويس جدا قدام شبابلوززاد غاب التوفيق في ضغط في ضغط عصبي وفي ضغط بدني على النادي الأهلي كبير جدا الفترة دي أتمنى إن إحنا نكون قادرين نتخطى في الإسبوع ده ونروح لكس العالم بإذن الله في أتم أو في أفضل درجات الاستعداد خصوصا إن إحنا هنتابع الأول اتحاد جدا وأوكلين سيتي مباراة الانطلاقة بتاعت البطولة إن شاء الله يوم 12 بعد بكرة أعتقد فرائق فرقتنا هتحضرها في الملعب وهتتفرج على المباراة بين الفرقتين في ناس قبلها قالوا لي إحنا أحساسنا كبير جدا إن إحنا هنقابل أوكلين سيتي مش اتحاد جدا لكن في جميع الأحوال الأهلي قبل فرق كتير جدا 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 في البطولة دي أعلى من الفرقتين دول أعلى من أوكلين بما فيهما أوكلين نفسه يعني وأعلى من الاتحاد جدا وقدر إن هو يكسبها بشرط إنه نظهر في أحسن صور خليني أقول لكم إنه بعثة رجال اليد فريق اليد أبطال السوق المصري وصلت بالسلامة بعثة طبعا بيترأسها سيد دكتور محمد شوقي عضو مجلس الدارة النادي الأهلي وصلت بالسلامة من الإمارات والحقيقة يمكن بمناسبة سوبر الهاندبول والسوبر المصري وكاس العالم اللي احنا رايحين لهم وإنجازات الباسكت الحقيقة فكرة إنك انت أنا عارف إن الكرة القدم هي الأكتر جماهيرية وهي الأكتر شعبية وإنه أي نجاح في أي رياضة تانية في مقابله إخفاق في الكرة القدم بيبقى تقيل وصعب على جماهير نادي الأهلي لكنك انت تدير منظومة كاملة على كل المستويات في كل الرياضات بفرق متدرجة بداية من الفرق الأول لفرق ناشئين وتبقى كل الفرق دي المنتاليتي واحدة الشخصية واحدة كلهم عندهم القدرة على النجاح وقدروق كلهم عندهم القدرة على الوصول لمنصات تتويق ده شيء تقريبا مش بيحصل يعني النماذج مش حضر عندي ما عنديش أرقام وإحصائيات بس أنا متهيالي إنه الأهلي في الحكتة دي استثنائي ويمكن ده مرتبط حتى على مش بكنا بس على فاست تيم في الهندبول والباسكت والطايرة لكن حتى على مستوى الناشئين يعني كابت الخطيب استقبل فريق الباسكت بول تحت 18 ناشئين وناشئات في حضور طبعا كابتن خارد العاضي مدير النشاط الرياضي والجهاز الفني ووجه لهم الحقيقة رسالة شكر على النتاج المتميزة الكبيرة اللي قدموها في الفترة الأخيرة وهتابع مع حضراتكم كلمة كابتن خطيب بس عايز أقف مع نقطتين مهمين أولا الأولى الأسبوع ده تقلق لفت للعيبة مصر في الخارج واحد صلاح صلاح الحقيقة يوم بعد يوم بيثبت أنه الصورة بما لا يدع مجالا للشك تسجيله هدف في مارما كريستل بالاس رفع رصيده من الأهداف مع ليفر بول في مختلف المسابعات والمنافسات لمتين هدف لمتين هدف صلاح متين هدف مع ليفر واحد من أكبر فرع العالم في واحد من أصعب وأقوى المنافسات والبطولات سواء على المستوى الدولي بريمير ليج في إنجلترا أو على مستوى الشامبينز ليج واليوروبا ليج اللي بيلعبوا فيها السنين 200 هدف رقم تاريخي لمحمد صلاح والحقيقة كمان على مستوى الأهداف بس اللي سجلها في بريمير ليج صلاح دخل في قيمة العشرة الأوائل العشرة الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليز بكلمكم في سيزين ولا تنين بكلمكم في تاريخ البطولة كلها صلاح من أفضل عشر هدفين في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 150 هدف وراء اسماء أقل لما يقال عنها أنها أساطير تبتكلم على قيمة بيتصدرها ألان شيرر مهاجم طبعا إنجلترا ونيو كاسل ينايتد السابق ألان شيرر طبعا رقم عجازي 260 هدف هاري كين مهاجم البيرن ولسه اللي نقف مع البيرن هاري كين برصيد 213 هدف لعب تاتنهام وين روني طبعا أفرتن ثم منشستر يونيتد 208 هدف أندريو كول 187 هدف سيرجيو أجويرو 184 هدف فرانك لامبرد 177 تاريون ري 175 روبي فاولر 163 جيريمين ديفو 162 مايكل آين ومحمد صلاح مع بعض في المركز التاسع والعشر 150 هدف وفي رأيي أنه صلاح يقدر يروح لبعيد ويتخطى كتير من الأسماء اللي موجودة في القايمة دي كمان عايزة أقف مع مرموش ومع بقى الميونيخ مشان كنت بكلمكم من شوية أنه وإيه يعني وإيه يعني حتى لو خسرنا وإيه يعني حتى لو خرجنا من بطولة وإيه يعني متزعلش مني لو قلتها أو متزعلوش مني لو قلتها أنا أهلاوي زيكم ويمكن أكتر منكم كمان لكن وإيه يعني حتى لو الأهلي خرج في موسم خالي الوفاد ما خدش لقب أو حق بطولة مش هتبقى أبداً أخر الدنيا كل أندية العالم بتتعصر وفي منها اللي بيقدر يرجع وفي منها اللي ما بيرجعش وممكن أدي لكم أمثلة كتيرة جداً لكن أبداً الأهلي عمره ما سقط أو عمر ما كان فيه كبوة ما قدرش يقوم مع دها أفضل من أول وينايم مصر وأفريقيا من المغرب زي ما بنقول على كل أحوال بيرم يونيخ في مباراته الأخيرة كلام هنا على مرموش بس أنا بقول لكم أنه الأندية الكبيرة معرضة لفوقتهم من الأوقات لدروب بيرم يونيخ بيخسر قدام آنتراكت فرانكفورت بو خماسية افتتحها افتتح التسجيل فيها عمر مرموش نجمة منتخب مصر ولعب منتخب مصر الدولي خماسية الحقيقة طبعاً واحد من أفضل مواسم مرموش والكل الحقيقة توقع لمرموش أنه بعد الموسم ده هيكون في واحد من أفضل أو من أكبر أندية أوروبا لكنه بيقدم مستويات كويسة جداً مع فريق الجديد آنتراكت فرانكفورت وهو اللي كان افتتح التسجيل في دقيقة 12 في مواجهة باهم يونيخ أعدي سريعاً على برضو أعتقد أنه جايد وإحنا راحين على أمم أفريقيا فيهمنا نتطمن على لعبتنا المحترفين في الخارج مصطفى محمد بيتقلق مع نونت الفرنسي صحيح المباراة انتهت بخسارة نونت في مواجهة مين بي أجي كبير القوم في فرنسا لكن في النهاية أنه هدف نونت هو اللي سجله مصطفى محمد أعتقد برضو يستحق الإشادة في مباراة قوية مع فريق من أقوى الفرق في أوروبا مش بس في فرنسا قدرته على التسجيل في مباراة زيدي هتديله على أقل معنوياً دفعة قبل إن شاء الله ما يعيشارك مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقية اللي هيكلين وقف معها بس خلينا نخلص كاس العالم والسوبر مصر وبعد كده نتكلم ونفتح ملف بطولة أمم أفريقيا اللي قربت جدا 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 ويهمنا لعبة الأهلي ترجع وتثبت نفسها في بطولة كاس العالم اللي جاء إن شاء الله لأنه كتير منهم أعتقد أنه فيتوريا هيراهن عليهم في مشوار مصر في بطولة أمم إفريقيا أما كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع فرق 18 بسكت ناشئين وناشئات وأجهزتهم الفنية طبعا اللي كانت محل تقدير كبير وبتعبر عن قد إيه الحقيقة إنه الإدارة حتى قدام عينيها مستقبل كل الرياضات دول مستقبل الأهلي في البسكت اللي نجحوا وحاقوا نتاج غير عادية فوز في كل مبارياتهم في دوري المرتبط هنتابع جزء من كلمة كابتن خطيب ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر هنا لنادي الأهلي المهمة قوي فهم لازم نشوف بعض وليازم نتكلم مع بعض أولا عشان أشكركم على مجهودكم وعشان يبرك لكم لكن لاحظوا إنه إحنا لسا في وسط الموسم يعني دي بداية الموسم لازم نكمل كويس إن شاء الله بإذن الله وعادة الرياضي أو البطل الحقيقي مش اللي هو بيكتفي إنه كسب مرة أو كسب مرتين أو كسب ثلاثة البطل الحقيقي قدامه دايما الكاس قدامه دايما البطولة المكسب ده خلاص ورى ظهرنا نفكر في اللي جاي وإنتو ما شاء الله عليكم يعني إن شاء الله إنتو نجوم المستقبل يعني إنتو إنتو وشباب اللي هو بعديه كمان في السنة إحنا بنهتم بيون جدا إن هم ده التاريخ لازم يتواصل وإنتو بتكتبوا تاريخ بس دراتي وإنتو لسه صغيرين لكن إنتو إن شاء الله أمل للنادي للمستقبل بإذن الله للي عاوز يعني إيه اللي عاوز للي حيضحي وحيرتزم وحيبقى بيتمرن جواس جدا وروحوا عالية جدا اللي عايز يستمر اللي مش عايز يستمر بيبان بيبان وواحد ورى واحد ممكن يقع مش هيكمل لكن يا شباب عندنا أمل في كل واحد يقع سواء تلعبين أو حتى جهازكم الموجود إن إحنا عندنا زخيرة كويسة إحنا عندنا مستوى أو يعني مستوى الشباب بتاعنا كويس بإذن الله مش عايز كلام ده ناخده من أنواع الغرور الغرور بالنسبة للرياضي يعني مات أنا كنت الرياضي الغرور بالنسبة للرياضي الرياضي اللي حس إنه عمل حاجة وينام عليها ده مش رياضي أو ده مش بطل الرياضي دايما شايف البطولة هو ده الهدف لو أنت اكتفيت ممكن ساعتها ربنا يرى سودانك يعلم عليك شوية اللي هو الرحيم بينا كلنا لكن إحنا نشكر الله إزاي بالشغر وبالمجهود وبالجدعانة وباحترام النادي وجماهيره بكتاب التاريخ هنا بإذن الله لو كلنا صادقين في ده نقدر نعمل حياة كويس وأنا بتكلم معكم النهاردة عشان أعرف أنتم كنتوا صادقين فترة اللي فاتت دي كل واحد فيكم أنا اتفرقت على ما تشكر كل واحد فيكم صادق ومرضوش تتكلم إلى بعد ما البطولة خلصة عشان أشكركم زي ما قلتلكم وعشان أهنيكم على أدائكم عاز جمال أقول لكم حاجة بقول لكم أنا عندي أحفادي تقريبا أدوكم أنا أحفادي الكبير عندي 15 سلم والصغير 9 الحمد لله ربنا لازعني بستة أحفادي فأنا بقول لهم بالكلام ده زي ما بقول لكم ده إن إحنا عايزين إنسان كويس إحنا كنادي عايزين إنسان كويس عايزين الرياضي كويس طبعا وعايزين إنسان كويس وكل أهليكم عايزين إنسان كويس أبوك وأمك أكتر ناس حابين إنهم يشوفوكوا أحسن منهم ويشوفوكوا في أحسن مراتك إزاي أنت بقى تعمل ده ربنا أنا معليك في مكان كويس عشان كده بقول لكم لازم إحنا كمان للكوادر اللي جاية كل المجالات لاعج، مدرب، إداري، عدو مجلس دارة، رئيس نادي، أي مجال أنتو المستقبل اللي جاي لازم تتمسكوا أولا بيه القربة من الله سبحانه وتعالى عفصمين فيكم لازم كلنا إهل إهل توجهات الدينية اللي احنا ممكن نهتم بيها لشان ربنا يرضى عنا ووفقكو في اللي جاي والدك والدتك إزاي إن إحنا نبقى يعني متعين ليهم مذاكرتك ودراستك إزاي بتبقى تفوق نحن أريد إنسان كويس رياضيان كويس دراسة كويسة دين كويس علاقاته بالناس طرم كويس البعض عن أي صديق سوء ممكن يضروكو في المرحلة أنا بقول لكو خلام ده اللي أنا كنت قاعد مكانكو كده وأنا في سنة أولى سنة أولى كان عندنا يعني واحد من المجموعة بتاعتنا كنا في ندرسة داخل اسمها السنوية راضية كل مواهب مصر كل العادة موجودة في المدرسة دي وصديق السوق كده للأسف بيشرب سجارة بيعزم عنها محدش 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 تجاوب معاه محدش تجاوب هيتعيض عليكم حاجات دي وهتمروا بالحاجات دي هسكي أنا بقولها لكم حافظوا على نفسكم إن ربنا أنا مع عليكم صحة كويسة الحمد لله بموهبة بعائلة كويسة بنادي كويس حافظوا على نفسكم واشكروا الله سبحانه وتعالى دايما وأي بطولة ربنا يكرمكم بيها هنخليها في ظهرنا خلاص ونبص اللي جاي تاني بكرر سوكل ليكم وكل أفراد الجهاز بتاعكم مش عايز أجي بعد كده أحس إن أنا غلط إن أنا في وسط الموسم كويس وهنط أو كفقتكم برضو عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا كلنا عيشنا السنة الفاتف الموسم الفاتف ده موسم تاريخي بالنسبة لنادي أهلي في كل حال رياضيا وغير رياضيا وأنا الحافلة لو حد بيكو شافها وسمحها قلت اللي جاي صعب وكررتها ثلاث مرات صعب وصعب جدا وصعب جدا جدا لإن أنا عارف النوعية إحنا ناس عرب وعطيين أكسب شوية ولا أكسب مرة ولا مرتين خلاص بقى الدنيا تقع أو أضغر كافة تفرفنا لكي فيش كده ما فيش كده كل ما تحس أن أنت من جواك كده نسبة غرور دخلت أو نسبة طمقنينة دخلت فوق نفسك فوق نفسك عشان كده إحنا بتدينا الموسم ده بنعاني في معظم الحاجات يعني لازم خلاص إحنا كده نفوق تاني نرجع تاني للي إحنا المفروض إن إحنا نقكون عليه زي ما أغلت لكم أشباب تاني بكرر أشوك ليكم وبكرر ألا إيه من اللي جاي عشان مش عايز حد بعد القاعدة دي كنت تفضت رفع ومخي يكبر وأنا محدش أدي مفيش حاجة كده خلال بس أنا كل أنا كنت عايز أختم به حياه أو كنت عايز كمان أبتدي به عايزين كل واحد حضراتكم كده في صلاته بندع يعني الزملنا العمري إن شاء الله يقوم بالسلامة في إذن الله وربنا يا ربي نجيه ويشفيه إن شاء الله بالنسبة لنا في الأهلي الأرقام القياسية تخلقت عشان نحطمها وأنا أخذ من كلام كلمة كابتن خطيب مع ناشئين البسكت وأبدأ به كلامي البطل اللي يوصل لمنصة التتويج ويحس إنه حقق كل حاجة بتبقى دي بداية النهاية السؤال اللي أعتقد يمكن يكون النهاردة في قدة لبس أو مع مرس الكولر تحديداً إزاي تقنع لعيبة زي هاني وشناوي والشحات وديانج ومعلول وكهربا وغيرهم كل اللعيبة دي اللي حققت كل حاجة في كرة القدم اللي حققت ما لم يحققه لعب على مستوى قارة إفريقيا في تاريخ الكرة من أول ما نشأت في القارة لغاية النهاردة فاس بكل الألقاب وفاس بكل البطلات وحقق اللي ما حققهوش أي جيل تاني إنه ما حققش حاجة لسه وإنه قدامه هدف كبير جداً معادنا معاه كمان أسبوع أنا بيتهيق لي قبل التاكتكس وقبل البدني وقبل الفني وقبل المهاري تجديد الدوافع هو الحاجة الأساسية اللي لو نجح فيها مرس الكولر على مدار الأسبوع ده يفرق معانا كتير جداً قبل مشوارنا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في بطولة كاس عامل أمدقية أرحب بضيفي نجم الكبير كابتن محمد حشيش معانا النهاردة فستاد السمسي أخير الكابتن حشيش أنا بحمد زيك نور الدنيا بقلك كتير مش عرفتناش آآ آآ حز وحش لا ده نحن نحظر وحش سعادها بوجودك معانا وخليني أبدأ معاك من يعني قبل ما تكلم على الشباب الجزاد عايزة أسمع تقيمك للماتش إيه اللي لينا وإيه اللي علينا هل أهلي الليعب جيم كويس ولا جيم وحش هل تعادل بالنسبة لنا خسارة ولا ممكن يخش في حساب المكسب بما أنه كل الفرقة الكبيرة في أفريقيا بتعاني بس عايزة أعرف الأول لو أنت في قط اللبس إيه أكتر حاجة هتحب أو هتركز عنك تشتغل عليها في أسبوع ما قبل بداية انطلاقة مشوار كاس العالم؟ آآ طبعا يعني آآ النادي الأهلي خلال فترة اللي فاتت المشكلة الأساسية أن الناس بتقارن ما بين السنة اللي فاتت والخمس بطولات والسنة دي آآ دايما نحن نتطمعين جمهور الأهلي وعايزين الأحسن دايما يعني متعودين من النادي الأهلي على البطولات فالبداية بتاعتنا كانت السنة دي كان لها ظروف معينة أن أنت بادئ بمطش وبطولة وكنت كويس في المباراة إنما ما كانش فيه توفيق فخسرت البطولة النادي الأهلي متشوق إلى بطولة يعملها السنة دي ويدرب بيها البطولات كمان بتاعت السنة اللي فاتت ويمكن دي كلمة اللي زي ما أنت قلت الكابت الخطيب قالها السهل أن تصل القمة بس صعب الحفاظ عليها فأهم حاجة لازم دايما للعيبة تحس أن مهما عملت هي ما عملتش حاجة يعني دي خلاصة الكلام لازم بقى فيه دايما دوافع موجودة والمفروض أن لعبة النادي الأهلي دايما عندهم الدوافع الدفع الكبير هو الجمهور اللي وراه الجمهور الكبير بتاع النادي الأهلي سواء جوه مصر أو بار مصر دايما متعطش البطولات قدر لعبة النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي أنه دايما بيبقى عليه ضغط كبير جدا أنه لازم يحقق البطولات من هنا لازم اللعيبة تحس بالموضوع ده فلو أنا في قط اللبس خلال الفترة اللي جاية دي أو أنا المفروض أن اللعيبة يعني دخلها تلعب بطولة كاس عالم الأندية أرقع حاجة ممكن لعيبة وصلها على مستوى الأندية أصعب مستوى منافسة أصعب مستوى مستوى أعلي لو نجحت يعني في أنك أنت توصل لثلاث مباريات لو خدت ثلاث مباريات بالضبط هيبقى أقوى ثلاث مباريات في الموسم كل ولو كسبت الثلاث مباريات دي هتحقق إنجاز كبير جدا هتحسب للجيل ده اللي محدش عمله قبل كده فمن هنا العيبة لازم تبقى عارفة اللي عندها الدوافع دي لأنه زي أنا بقولك أنت كمان بطولة كاس عالم الأندية غير أنها أكبر منافسة بطولة الدوري أنت كل سنة بتخش بطولة الكاس أنت كل سنة بتخش نفس القصة إفريقيا أنت داخل فيها على طول إنما كاس عالم الأندية بيبقى مرهون بأنك تكسب بطولة إفريقيا فدي ممكن آه ممكن لا ممكن سنة تخش ممكن يعني سنة متخش وارد ما تخش وارد يعني فدي فرصة كويسة ممكن وخصوصا كمان النسخة دي كابتن حجيش آخر نسخة هتتقام بالنظام ده بالظبط كده بعد كده هتبقى العملية هتبقى القاعدة أوسع مشاركة الأندية الكبيرة أكبر فالمنافسة فيها هتبقى صعب بتصعب زيادة وممكن في بعض اللعيبة مثلا يعني مجلهاش الحظ إنها تخش كاس عالم الأندية بعد كده فكله لازم يعمل أولا لناديه بطولة كبيرة وإنجاز ويعمل لتاريخه هو لأن الناس بتفتكر الجيل بتاع أبو تريكا لما دخل كاس عالم الأندية الأول مرة وحقق البرونزية والنادي الأهلي من وقتها هو دايما بيخش كاس عالم الأندية فلازم الدفع يكون موجود الدفع موجود آه عند اللعيبة المفروض يعني أنت شايف أن النحية المعنوية والنفسية مهمة جدا في الإسبوع ده مليون في المية لأن أنت بتلعب بقى نقلة تاني خالص أنت الفترة اللي فاتت بتخش في أجواء الدوري وبعدين تخش في أجواء إفريقيا وبعدين ترجع للدوري دي فترة معينة مجمعة بطولة مجمعة ففترة محدودة هتنتهي وخلاص فأنت لازم تشيل كل اللي في دماغك اللي وراء دهرك طبعا الدوري إفريقيا كل كلام ده وتركز في البطولة دي وتركز أن أنت بتلعب زي ما بنقول في مستويات عالية مش مجرد أن أنت بتلعب ماتش في الدوري ممكن لسه الدوري طويل النهاردة بتتعادل بكرة بتكسب تجميع النقاط لا دي مباراة المكسب الماتش يبصلك لمرحلة تانية الخسارة بتوديك حتة تانية فأنت لازم تبقى أنت عندك الدفع الجامد أو تبزل كل الجهد ما حدش يبخل بالجهد لازم زي بقولك الماتشات دي عشان منافسات عالية وبواجه فرق لها تاريخة وعلى مستوى عالي ولعيبة على مستوى عالي فلازم أن أنت يعني تبقى فيه تركيز وحماس وقوة تبخلش يبقى حاجة عشان ده يحصل كابتر حشيش معلش أن أخذ الموضوع لأننا حاسس المرحلة اللي إحنا وصل لها اللي أغلب جمعين نادي الأهلي مش راضي عليها رغم أن إحنا رقميا وقفين على رجلين إنت لما تيجي تتكلم على دوري أبطال أنت متصدر مجموعتك وواحد من أحسن الفرق لحقية نتائج أفضل من كل الكبار أفضل من الوداد الوداد خسران ماتشين أفضل من سانداونز خسران ماتش ومتعادل ماتش على الأرض الأربع مجموعة أحمد أربع مجموعة في 16 فرق أنت وفرقتين تانية اللي متغلبتش خلال الفترة هاجي لدور المجموعة أو دور المجموعة في دوري الأبطال بس أنا حاسس إنه كل شوية يعني اللقد اللي إحنا الشحنة اللي موجودة ومحتاجين أو اللعيبة نفسها سواء مع بعضها مع الكبات الكبار مع شلناوي مع شلية يطلعوها أو طبعا دور جهاز الفني والمعد النفسي إنه فيه طاقة سلبية محتاجة تخرج طبعا أنت حاسس إنه البداية مش موفقة تمام ثم خروج من بطولة الدوري الأفريقي طبعا ثم عطرتين في الدوري المحلي مرة قدام سموحة مرة قدام الجونة ثم تعصر في دوري الأبطال بتعادلين كان في الإمكان أفضل مما كان كنت ممكن جدا تبقى رصيدك تسعبون أنا حاسس إنه التراكم ده بقى بيصعب المشكلة بقى بيولد ضغط والضغط كمان اللي ما هو تخد بالك جمهور الأهلي غير طبعا جمهور الأهلي غير طبعا فكمان لما يبقى فيه ضغط جماهيري على الجهاز مش بس على العيبة على الجهاز الفني وعلى العيبة أنت محتاج تنسى كله محتاج تطلع على الشحنة دي هرد عليك بحاجة بسيطة جدا أن النادي الأهلي طبعا مش أول مرة يخش كاس عالم الأندية قبل كده لو تفتكروا ونرجع بالتاريخ كان الأهلي راح كاس عالم الأندية وكان موقفه صعب أول كانت الناس بتقول وكان فيه خسائر وكان فيه تعصر في موارات كتيرة وكانت معظم الجماهير النادي الأهلي خايفة تقولوا هرحين كاس عالم الأندية ربنا يسطر بقى ما يبقى شي بقى كذا ولا كذا إنما قدرنا نتغلب على كلام ده كله ونسينا الكلام ده كله وبصينا للهدف اللي احنا رحله وخدنا البرونزية ولعبنا برضو فرق على المستوى عامي لما رحنا مع بيتسو بطولة كاس العالم اللي كان مطش الافتتاحي بتاعها موندري بزرق ونا رحين تقريبا بنص فرق ونص الفرق ما كانتش موجودة خلص يعني والكل توقع وما كانش هزعل لو الأهلي اتغلب من أول مطش ورجع بزرق ورغم كده رحنا ويعني عملنا بطولة هي الكرة مراحل يعني انت راح على مرحلة مختلفة تماما بأهداف تانية زي ما قلنا بمستويات تانية بقيمة قيمة كبيرة طبعا كاس عالم الاندية بتقابل فرق قوية جدا فلازم يكون الدافع اللي عندك دفع قوي تنسى اللي فات ليه بقى لأن اللعيبة دي مش هنقول أول مرة تخش كاس عالم الاندية فيهم لعيبة موجودة دخلت وعملت نتائج في كاس عالم الاندية فانت برضو الرهبة بتاع كاس عالم الاندية يعني قلت شوية غير أول مرة يعني تسأل اللعيبة اللي راحت أول مرة كاس عالم الاندية في اليابان كانت قلقانة ومستوات كبيرة وهنعمل وبتاع إنما دلوقتي انت عندك خبرات لعيبة النادي الأهلي أو النادي الأهلي في المواقف الجامدة أو في البطولات الكبيرة ليه بينفسه وبقوا على قد الحدث لأنهم عندهم خبرات متراكمة فالخبرات المتراكمة دي لازم أطلعها في القصة دي وزي ما قلت لك إن أنا مش شرط إن أنا أبقى رايح وأبقى أنا كذبان كذا وكذبان بطولات والمستوية عالي لا الإرادة والحماس والتركيز بيغطوا على أي إخفاقات قبل كده الهدف اللي انت رايح له هدف كبير قوي وناس كتيرة جدا مستنيهم بتنساش برضو إن البطولة دي في دولة عربية أي وجمهورك هيبقى كبير يعني أعتقد إن الجيل القديم بتاع النادي الأهلي بتاع أبو تريكا ومتعب توكيو بقى وكده ما كانش فيه ما حدش بس بسقف تسييفة كده إنما إنت رايح هتحس إن أنت بتلعب في القاهرة أي أحسن ما بتلعب في القاهرة أنت القاهرة لو بدخلك 3000 واحد يعني يعني الجمهور هنا وكده إنما هناك يعني تقريباً الملعب كله بشجع النادي الأهلي فإنتما عندك حتة برضو الجمهور والضغط الجمهور بالعكس ده أنت تستغل وبقى حافز كبير بالنسبة لك إن أنت تقدر تقدي مع أي أي مستوى أنت بتقابله وقابلنا قبل كده قابلنا ريال مدريد وقابلنا وقابلنا وكنا ند وأكتر من ند فالعملية هي محتاجة بس إذن بقولك تركيز بس الجهد محاولش كلعيبة عملت قبل كده تقدر تعمل تاني هل البدايات ظلمت كولر يعني يعني بتيجي ببص تجربة كولر سيزن الأولاني مدرب جه من بعيد كان بقى له فترة ما بيدربش تعرض لحملات انتقاد وتشكيك غير طبيعية صحيح جاي من قرأ أول مرة بشتغل في القرأة تانية خلص والفوارئ حاجة بين أوروبا وأفريقيا حاجة عارف طبعا طبعا لمدرك طبيعة المنافسة في محليا ولا ولا الملاعب ولا الجو ولا الملاعب ولا الجو ولا الأكسجين ولا الكلام ده كله صحيح ورغم كده قدر في أول موسم يعني مش بس يحقق أنا بعتبر أنه بصمات كولر في السيزن أوليه مش قصة خمس بطولات بالضبط لكن قصة أنه من أول سيزن ابتدينا نشوف معال أهلي اللي ما كناش منشوفه قبل كده يعني خلينا نتفق أنه اللعيبة دي هي اللي جابت أفريقيا مرتين قبل مارسل كولر صحيح ولعبت بطولتين كاس عالم جابوا فيهم ميدالية تيمبرون زي وجابوا كذا سوبر أفريقي ودولي وكاس لكن مع كولر حسنا أنه شكل الفرقة تغير حسنا الرجل عنده فكر وعنده بصمة حسنا أنه اللعيبة فرديا أسماء كتير جدا كانت نسبة شيد بكولر أنه الأسماء دي لمعت مع مارسل طبعا طبعا العكس العكس شوية حصل السنة دي لا شك أن السنة اللي فاتت مختلفة عن السنة دي مدرب جديد دم جديد دايما لما يبقى فيه مدرب جديد باستنفر الهمم مع اللعيبة كل واحد عايز يعني يبين مستوى عشان يحط رجل في الملعب ويكون راجل أساسي ويبقى المدرب راضي عنه حكا بأجي مدرب كل سنة لا طبعا لا طبعا هو بس يعني هي صدفة أن هي بعض اللعيبة يعني ما كانتش واخد حظها مع المدرب اللي قبل كده فيه لعيبة صدت مع المدرب اللي قبل كده الحقيقة لازم نعترف أنه كولر غير من شكل الفريق على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي كمان زي ما أنت بتقول فيه بعض اللعيبة كانت يعني حاجة وبقت معها حاجة تانية لو نفتكر حمد فاتحي بقى حاجة تانية ديانج شحات شحات هاني كل اللعيبة دي بقت حاجة تانية السنة اللي فاتت بس أنا عايز أقول برضو للناس أن الكرة دايما ما فيش حد بيمشي على مستوى ثابت فترة طويلة ده في علم الكرة أو في علم الرياضة أو في علم أي حاجة في الدنيا أنه لازم الكرف بيطلع وينزل وينزل شوية ويطلع تاني دي هي سنة الحياة في كل حاجة حقيقة فهو ده اللي احنا بنمر بيه السنة دي السنة دي ليه برضو لأن انت زي بقولك ان انت قدرك ان انت أول مباراة في الموسم بتلعبها بطولة السوبر الافريقي وما حصلش توفيق برغم ان انت كنت الأفضل وكان ممكن تكسب دخلت على بطولة زي السوبر الافريقي برضو انت كنت برضو مقد فيها مباراة كويسة قوي وماتش سانداون لو نفتكر ضرب الجزاء دي كان ممكن تغير الدنيا شوط الأول كله كان ممكن يغير الدنيا فهي كرة برضو فيها توفيق وعدم توفيق فلما يكون فيه تزابزب شوية في المستوى مع عدم توفيق يطلع الشكل ده هو اللي قال الناس قبل كاس العالم هو فكرة عدم التوفيق يعني فكرة انه عدم التوفيق ده ممكن انا اقول في مطش في اتنين في تلاتة في اربعة لكن لما يحصل في مطش كتير ابتدي هنا بالنسبة لي انا يبقى جرس انظار بس انا في قصة الكرف دي عايزة اسمع رأيك في نقطة مهمة كل الفرق الكبيرة في افريقيا اللي شارك في الدول الافريقي بتوعيني يعني سانداونز الاهلي الوداد ترجي سيمبا صحيح الاتحاد الافريقي شافهم من افضل فرق القرى صحيح النتائج في السنوات الاخيرة فبالتالي دول اللي انا اخترتهم عشان يلعبوا تعالوا نبص عن نتائجهم في دول الابطال هتلاقي ان كل الفرق دي بتوعيني اولا وضع طبيع البطولة عملت في توقيت غير صحيح هم طلقت في دماغهم فكرة يعملوها فعايزين يطبقوها طبقوها في توقيت في بداية موسم والناس لعبت مبارات في الدوري وجيت عملت بطولة بين المباراة والمباراة يا دوبك يومين ثلاثة بتسافر جنوب افريقيا وترجع تلعب هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا صفر مع مباراة وبعدين ده كله مستوى اول ايه مش مثلا بتريح في ماتش فيش تدريجي بتريح في ماتش فيش كل المستويات بالزبط كده زي البطولة مثلا الافريقية دور اتنين وتلاتين دور مش عارف ايه دور المجموعات بتبقى فيه لسه نفس انما انت بتلاعب فرق قوية جدا احسن فرق في القارة وورا بعضه مضغوط بتاع فكان لازم يطلع الكلام ده والدليل زي ما انت بتقول ان كل الفرق بتعاني لو شفنا تعال نشوف الترتيب المجموعات ونشوف نتاج الستاشر فريق اللي وصلوا في الشامبيونز ليج اعلى اقوى افريقيا تعال نشوف الفرق الكبيرة فيها عاملة ايه والفرق الصغيرة الحقيقة لازم اديها حقها يعني يعني فيه فرق ما كانش حد متوقع ان ممكن يبقى لها فرصة منافسة او انها ممكن تكسب مطش او مع ذلك لحقيقة تعلقت بشكل كبير المجموعة الاولى كابتن حشيش اه سانداونز طبعا ترتيب اول اربع نقاط مازينبي نوازيبو برامدز كل متساوي مع بعضه ويعني لو هنتكلم على الوضع الطبيع اه سانداونز ماشي مازينبي برضو راجع برضو احنا نتكلم طبعا انه الاربع فرق اربع نقاط لكن في وراء الاهداف هي اللي حسمت الترتيب في المجموعة ودي مجموعة فعلا قوية وصعبة جدا نوازيبو حتى ظهر بمستقوى دي المفاجأ مازينبي وبيرامدز وسانداونز يعني الحقيقة دي المفاجأ لانه هو طبعا النادي طبعا مش مصنف خالص تصنيف اول او اي انت بتتكلم يعني حقيقة انجاز كبير فانه هو يبقى موجود كده لغاية الجولة يعني ثلاث مباريات ونفس الترتيب او نفس العدد النقاط فدي طبعا حاجة تتحسب لهم ماملي دي سانداونز مكسبش غير نوازيبو بالزبط كده اتعادل مع بيرامدز على ارضه في ملعبه في بريتوريا وخسر من مازينبي نتائج طبعا سيئة جدا لسانداونز نروح لمجموعة بيه كابتر حشيش برضو اعتقد انه ترتيب ما كانش حد يتوقعه من قبل دول المجموعات ما يبدأ طبعا اسك جالكسي الوداد الرياضي سيمبا التنزاني طبعا اسك تاريخ قديم بس قعد فترة طويلة خلال السنين اللي فاتت مش ظاهر حيش باين على الساحة انما هو كان من الاندية الكبيرة في القارة صاحب باع كبير جدا في بطولات افريقيا طبعا فده برضو انت بتتكلم على سبع بونت اربعة ثلاثة اتنين سيمبا الوداد طبعا الحاجة غريبة الوداد غلب مبارتين غلب اول مطشين مطش على ارضه من جواننج الجالكسي وبعكاد غلب من اسك بيموزا جالكسي برضو مش من الاندية اللي هي والترتيب هنا برضو لو سألنا قوي حد المجموعة دي مين هيوصل منها اغلب الناس تقولك الوداد وسيمبا بالزبط النهاردة الوداد تالت وسيمبا رابع وما تعرفش برضو كورة فيها ايه يعني بعد كده طبعا بس اسك مموزا اعتقد حظوظه كبيرة في السابع سبع بونت تعال قال لا اتقلم اول او تاني بس هو ايه طبعا اقرب فرق لضمانت بالزبط نروح لمجموعة سي نحيي جواننج جالكسي برضو زي ما حقينا نوازيبه لانه ما كانش متوقع ليه ابدا انه يكون ليه فرصة للمنافس طبعا برضو نفس القصة تعالوا نشوف في المجموعة سي الاوضاع ازاي مقلوبة والنتاج عاملة ايه بيترو اتلتكو طبعا الترج الرياضي تونسي النجم السحيلي الهلال طبعا تاريخ الفرقتين التاني والتالت الترج والنجم السحيلي تاريخهم وتصنفهم طبعا اعلى من بيترو اتلتكو ومن الهلال سبعة بونط اربعة تلاتة تلاتة برضو بيترو اتلتكو معد شوية طبعا وفرصته وفرصته في الصعود طبعا يعني كبيرة كبيرة الترج برضو خسارة بيخسر برضو مباراة هو ماكسبش غير النجم السحيلي وتعادل مطش وخسر مطش مطش ومطش تعادل خسارة ماكسب بالظبط فده طبعا برضو ده تأثير زي ما قلنا البطولة السوبر الافريقي اثرت على الترجل الكبيرة بشكل انت عارف لو كانت حالة بس واحدة احمد انما دي اكتر من فريق يعني الحمد لله ان النادي الاهلي الحمد لله هنجيله طبعا في المجموعة بتاعتك بس انا شاف ان بيترو اتلتكو طبعا في المقدمة الوضع الطبيعي برضو هنا ان يبقى بيترو والترجل نروح للمجموعة هي يمكن بطول الدول الافريقي كان سوق تنظيم مش بس سوق اختيار توقيت طبعا يعني حتى لو هتعملها بالنظام ده كان افضل نتبقى بطولة مجمعة في دولة واحدة زي امم افريقيا افضل من انك انت الفرقة تفضل رايحة جاية كده خصوان مسافات عندنا قرب المباريات كان يخلي يحتم عليك ان انت تعملها في بلد مجمعة وتبقى حاجة كويسة وتبقى بتضاهي يعني بس دي على مستوى الاندية امم افريقيا كان ممكن يعني يعملوها كده اعتقد ان فيه تفكير لحاجة زي ازدد لو زودوا زي ما هم بيقولوا لدور البطولة الجاية لو يعني اتكررت او ظهرت نسخة تانية مستقبلية من دور الافريقي ما ينفعش يزودوا ل24 فريق استحالة تتعمل بالنصف ما ينفعش لا ينفعش طبعا نروح للمجموعة الرابعة طبعا الاهلي مدياما شباب بلوزداد ينجا افريكانز يعني الحمد لله لنادي الاهلي مصدر بخمسة بونت مدياما ده هو برضو المفاجأة لان هو برضو تاريخه يعني مش موجود شباب بلوزداد شباب بلوزداد ينجا افريكانز موجودين افريقيا ينجا افريكانز وصيف كونفيدرالية الاهلي بطل دوري ابطال ودائما في المباراة النهائية فكان مدياما متوقع لانه يتزايل المجموعة بالزبط لكن قد معروض قوية الحقيقة يعني جا افريكانز برضو من الاندية اللي عندها تاريخ في افريقيا في البطولات وبطولات افريقيا فبرضو ان هو يبقى الاخير باتنين بونت دي برضو يعني برضو غريبة شوية مدياما طبعا اربعة بونت دي حاجة طبعا كويسة بالنسبة له في كل مجموعة احمد هتلاقي فرقة من الفرقة المغمورة عاملة بصمة وعاملة نتايج كويس وعملة ترتيب كويس يعني وفي كل مطشاطنا اللي لعبناها في دوري والله حتى في الدوري الافريقي مع سينبر رايح جاي ومع ساندونز رايح جاي ومع شباب لزداد ومع ميدياما ومع يانج افريكانز كانت كرة الاهلي هي الافضل كان الاهلي هو الاخطر كان الاهلي قادر على الوصول وعلى خلق الخطورة في كل المطشاط اللي لعبناها لكن تبقى قصة اللمس الاخير اللي تكاد تكون اصبحت بالنسبة لجماهير الاهلي علامة استفهام كبيرة طب و بعدين طب و اخرتها طب والحل ده اللي اسمعه من وجهة نظر طبعا كابتال حشيش بس تسمح لنا نفاصل ونرجع نتكام الكلام اللي شفناها الحقيقة من مارسل كولر مع الاهلي اللي سان اللي فاتت كانس سنائي ويمكن اكتر حاجة كانت مشجعة جدا في بداية التجربة انه الراجل مدرك لطبيعة وشخصتنا دي الاهلي الراجل بيلعب كرة هجومية بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن ملعب المباراة كان بره كان جوه وشفنا له لقاءات كبيرة جدا قدر يديرها تكتيكيا ويفاجئ الخصم ويقرأ سيناريو المباراة من قبل ما تبدأ بنجاح كبير جدا فيه ناس بتاخد على كولر السندي انه مفيش مساحة كبيرة لإبداع او انه مفيش جديد عن اللي احنا شفناها قبل كده وبالتالي ناس بتقولك انه طريقته بقت محفوظة او انه الاهلي بقى كتاب مفتوح لاغلب الفرق اللي جاءت نفسه وده بدأ من مباراة اتحاد العاصمة في السوبر لكن السؤال في النهاية ازاي ممكن ده يكون حاصل وانت قادر توصل لمرمى الخصم وتهدد بفرص مؤكدة في كل مباراة تتعدى الاربع او خمس اهداف محققة ورغم كده بتفشل في التسجيل هل يحاسب كولر على ده ولا المسئولية الاكبر تقع على اللاعبين والاهم واللي يهمنا احنا كالجمهور في الاخر ازاي نتخطى المرحلة دي ونرجع تاني لنفس المستوى من الفعالية قبل كاس العالم وانا هاخد من كلامك طبعا يعني في حاجات ما بتبقاش بقى بايد المدير الفاني الكوتش بالضبط هو يحاسب لو انت ما بتوصلش تسخد بالك كابتن حشيش القصة دي حتى واحنا بنتوجب الخمس بطولات كان كولر بيعلق عليها بالضبط يعني وكان بيقولك انا مش راضي على مستوى الفعالية ده من السنة اللي فاتت وانت كاسبان خمس بطولات صحيح احنا عدد الفرص اللي بنوصل بيها فرص مؤكدة مقارنة بعدد الاهداف اللي بنسجلها مش مرضي بالنسبة لي والاغرب الاغرب ان هو طبعا زي ما انت بتقول من السنة اللي فاتت الوقت ده وهو قال احنا هنعالج بالضبط الحاجات دي واكيد هو بيدي على المستوى الفردي يعني حاجات خصوصية للمهاجمين والحاجات الكور اللي هي بتبقى في الثمانتاشر او الانفراضات او الكلام ده كل اكيد بيعملها يعني شوف احنا بنقول يعني هو اكيد بيعملها يعني عارف المشكلة وقال عليها فبالتالي يعني حق تطيله على المشكلة فشغل عليها زي ما بقولك يعني هو اعتقد ان من السنة اللي فاتت هو تفاجئ بس بحاجة اللي ما كانتش عامل حسابها ان اي حد على اي مستوى بيلعب بالناد الاهلي بيلعب بطريقة معانا ان هو بيبقى قافل الملعب والتكتل دفاعي وبالعب على المرتدات مش عايز اقول 95% من الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او الافريقي بتعمل كده الا بعض الفرق اللي هي بتلعب لعب مفتوحة او بتهاجم او كلامين ده ومع ذلك انت في التكتل الدفاعي الجامد ده بتوصل بتوصل لانفراضات فسط التكتل وكور انت وجون وكور وجون فاضي وجون فاضي يعني انت تعمل ليه في القصة دي هل ده بقى عدم تركيز قوي من اللعيبة لان انا كلعيب في الملعب لما انا اجي في ماتش وقلعب وضع الفرص السهلة دي المفروض ان انا ابقى حاطت في دماغي الماتش اللي بعده لو جات للفرصة دي يعني لازم حابقى فيه تركيز اكتر يعني انا حضرني دلوقتي لمحمد صلاح طبعا النجم الكبير محمد صلاح في حديث انه بقول لك انا بقعد قبل المباراة الصبح بقعد كده يعني اركز في المواقف اللي ممكن تجيلي في الملعب قدام الجون الكرة دي هتجيلي بالشكل فلاني فلازم اعملها كده لازم اشطها مرة واحدة لازم المسها يعني انتفاهم ازاي يعيش الماتش قبل ما يلعب يعيش الماتش فاللعيبة عايزة انا 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 في اعتقادي ان اللعيبة لازم تركز في الحاجات دي الحاجات دي على فكرة مش مجرد كلام هو انت دايما انما بتركز في حاجة كويس قوي بتجدها بتبقى يعني تقدر تعملها انما لما بتاخدها وخلاص عدت اهي كرة وراحت او لا خلاص ما بتتعلمش فلازم اللعيبة واكيد برضو المدرب بيفراجهم على المباراة بعد كده وبيحل الماتشات معاهم وبيحل الكور المعينة مش حاجة جديدة على النادي الاهلي زي ما قلته بكرر تاني ان يلاقي فيه تكتل دفاعي ازاي توصل للحلول فيه حلول موجودة لان ما تبقاش حل واحد ان تكتل دفاعي مثلا هشوت من برا لازم يلعب على الاطراف او يلعب كور مثلا من العق او استغل كور السابتة فيه اكتر من حل اكيد الراجل برضو قاله للناس بس ازاي بقولك يا عايزة تركيز من اللعيبة تصميم تصميم ضيعة هجيب اللي بعدها ضيعة هجيب اللي بعدها التصميم ده ممكن يوصل لك معه بقى الاهم من ده كله اللي هو مش موجود في الفترة اللي فاتت هو التوفيق احنا بنتمنى ان التوفيق يبقى موجود وبرضو هنكرر ان التوفيق ده ما بيجيش قلل للمجتهد المصمم على المكسب صحيح تقالي انه فيه سلاحين برضو احنا يعني غيبين عننا في الفترة الاخيرة خصوصا مع كلام حقيق على فكرة انه اغرب الفرق بيتقاري الاهلي او تلعب على فكرة تديق المساحات حرمانه من من المساحات او من استغلال السرعات اللي توصل ورغم كده بنوصل لكن فيه سلاحين دايما بشوف انه هما بيخدموا بزاة فرق شمال افريقيا احنا مش قادرين نستغلهم التزديد من خرج الصندوق صحيح والكرات السبتة بالضبط دول الحقيقة يعني فيه كرات سبتة كتير جدا ممكن تتحلل اهلي على مدار المباراة بس تحس انها مش بتسجل منها ما فيهاش خطور ما فيهاش خطور يعني احنا بفكر ماتش بتاع الوداد في النهائي كورتين شط تسوط من بره اي فده سلاح يعني بيدرب التكتل الدفاعي وسلاح يعني مهم جدا جدا وخصوصا ان احنا عندنا في الملعب دلوقتي فيه ناس بتجيد التصويب زي حسين شحات زي امام عشور بيرستاو برضو من اللي بيصاوب ديانج والله بيشوف انه ديانج لو رجليه زبطت انه شنكا زي ما بيقول كابتن ميمي الشربيني لو خد سنس انه يحط يعني ديانج بس يعني ايه في المقام التاني لانه ما بتتوفرلوش الفرص الكتيرة في التصويب لانه بيبقى جام انا بحس انه شغل كولر اللي كان بيعمله مع حمدي فاتحي بيحاول يتباه مع ديانج بس يمكن النتيجة مش مش نفس المرضود بس انا بحس لان حمدي فاتحي يمكن كورة اعلى شوية من ديانج ديانج يفرق عن حمدي في القوة والتحمات وقطع الكورة بيجيد الحتة دي حمدي عنده حتة انه هو عنده ميزة كمان عن ديانج كمان انه هو بيلعب بجماغه علعب الهوى ديانج ما عندهش حتة مشوف نهوش يعني بيلعب بجماغه يعني فزي بقولك ان لازم لازم اللعيبة يعني يعني كل واحد عنده ميزة معينة يستغلها يعني عايزين نشوف امام عشور لان انت مثلا لو هنرجع الكاس على من عندها انت فيه مطشاط هتخلص بالتصويب من بعيد وانت عندك امام ما شاء الله رجل كويس او احسن الشحات اللعيب كمان يحب ومتغيلي كمان ان المساحات هتتوفر في المطشاط كسر العالم في المام فيش فريق يلجأ لفكرة الدفاع لانه مباراة بتوصلك لحاجة او بتطلعك وكله عنده شخصية البطل فما فيش حد بيخاف من حد فانت عندك فرصة ان انت يبقى فيه مساحات محدش وقف لك وعمل بلوك حوالين الثمانتاشر كمان اللعيب احمد لازم يفكر مع نفسه انه هو لو هو بلعب بطريقة معينة مثلا شحات برا وبدخل على جوه بيشوت بيصوب لازم اغير من برضو طريقة لعبي يعني اخذ بالك ازاي ممكن برستوى برضو نفس القصة امام عشور يعني كل واحد لان الفرقة التانية برضو تبقى درساك يعني شافة مباراتك هتشوف اخر ماتشاطك كلها اكيد فانت هو كرة يعني العنصر المهم فيه المفاجأة ان انت تبقاش يعني انت داخل علي انا مش عارف انت هتعمل ايه يعني زمانك ما بقاش حفزك يعني ما بقاش حفزك مثلا فلان الفلاني لو ترئيسة معينة بيطلع على الجنب عشان يرفعها معندوش حل غير كده عنده مثلا رجل وليمين ما قدرش يستخدمها زي الشمال فانت الحاجات دي كلها لازم انت يعني تغير من نمط لعبك واسلوب لعبك في اطار طبعا لعب الجماعة والحاجات المتفق عليها يعني لازم كمان يكون كل واحد في اللعبة عنده ثقة بنفسه ان يبقى قادر ان يصنع الفارق ما بوش لا فلان ده هو اللي بس اللي بيصنع الفارق لا انا خط الهجوم والناس اللي تحتيهم اللي هو النص الملعب المهاجم لازم برضه عنده حتة ان انا اقدر اعمل الفارق انا لازم الثقة بالنفس لازم لان طالما انا وصلت للمستوى ده لازم ابقى اد المستوى اللي انا بلعبه واخبالك ازاي وبقى حاطت في دماغي ان انا شايل الاسم اللي الالعاب المتشف العمر يعني الواحد الواحد من هو بيلعب في النشئين صغار كده يحلم انه يلعب ماتش في كاس عالم طبعا تلعب مع العابة كمان اسماء كبيرة واسماء جندة وكده فانت من التاريخ يعني الحاجات دي ما بتتعوضش هتقول بقى سن بعد عشرين تلاتين سنة سلام لو كنا يا سلام لو انا بزلت يا سلام لو كرة دي لو جات جون كانت حساب لي جون في كاس عالم الاندي يعني عارف ازاي غير برضه كمان ان ان انت يعني انظار الناس كلها لان طبعا نسب المشاهدة على مستوى العالم كله بقى دي مش على مستوى بقى المحلي او مستوى افريقيا تبتتكلم على مشاهدات غير عادية من كل ممكن يبقى فيه عنصر تسويئي كمان يعني انا لازم اظهر بالمظهر ده غير ان انا كمان بمثل الكرة المصرية في الحتة دي فانا لازم برضه اظهر بالمستوى المأمون غير النادي الاهلي بقى اسم النادي الاهلي دلوقتي ما بقاش في افريقيا بس باسم النادي الاهلي كمان في كاس عالم الاندية رجل يعني محقق برونتريك اكبر تاني اعلى فوز في عدد مطشاط بعد ريال مدري بزبط فانت مش رايح ان انت تشارك بس عدنا المرحلة دي يعني كل الناس نقول لك احنا عايزين بقى ان شاء الله نعد الحتة دي ونخش ليه ملعبش نهائي قيمة الفريق رائعك فيها ايه الاسماء اللي اختارها مارسل كولر للمشاركة في كاس العالم بص انا يعني مبعلقش على موضوع الاختيارات لان بص هنرجع نقول المدرب عارف هو محتاج مين هناك وعارف يعني هو هيلعب مين وهيقعد مين في الوقت الكذا يحتاج البديل الكوف اللي بقى موجود الناس الاكثر جاهزية خلال الفترة اللي فاتت لان الوقت داي ان يطلع فلعبت النادي الاهلي تقريبا كلهم زي بعض وكلهم مستويات قريبة وهو الرجل عمل حاجة انه محتاج له حاجة انه هو بعيد عن الملعب كله في الملعب يعني كله رجله في الملعب يعني هذا اكرم يمكن اللي مخدش كتير قبل كاس العالم يمكن وانا معرفش برضه هو اعتقد ان اكرم مش مصاب فانه برضه يعني لعب وبعدين او ممكن يكون مثلا يعني وارد انه خايف عليه من انه يتعرض او الاصابة تتجدد فبالتالي بيحافظ عليه لانه عارف انه ورقة مهمة في كاس العالم ده السيناريو ممكن ولو ان انا مش هاضم دي يعني ليه بقى معنى ممكن احافظ عليك وتيجي قبل التمرين تصاب انتعرف اللعيب معرض يعني اللعيب بلعب عادي وهو ونصيبه وهو يعني بخته في الموضوع ده يعني احنا زي بقولك احنا بنبقى بعد التمرين ممكن ان انت ماشي في الشارع رجلك تبقى على الرسيل كده تتلوي يعني انت فهم ازاي ويا ما شفنا الحاجات دي كتير فهو لا ألعب ألعب اللي محتاجه ألعب بيه واللي انا شايفه ان انا هلعبه لازم اديله المباراة الاخرانية اللي انا بجهزه للمباراة دي عشان انسجام التشكيل وتشكيل اللعيب لما بيلعب يا احمد ورا بعض ورا بعض الروتيشن كابتن حشيش بمناسبة الانسجام دي الروتيشن ممكن يبقى السلاح زوحدين يعني او او الشيء لما يزيد عن حده ممكن يتقلب لضده في الحتة دي حاسس ان الروتيشن اللي بيعمله مرس الكولر احساسي ممكن يبقى قليج الروتيشن اللي اتعامل زيادة عن لزوم ليه لان انا في البداية في البداية خالص ممكن اعمل رتيشن كتير ان انا عايز اشوف كل الناس وخلي كل الناس رجلها في الملعب ما جيبش واحد من اخر الدنيا ولاعبه في ماتش لما احتاجه اي مش حيبه انما على الاقل لازم حاجة اسمها فورمة مباريات والياقة الياقة فنية بتاع المباريات ان انا لازم كمان العب تسعين دي اكتر من مرة ورا بعد عشان اجيب مستويه الفن لما حس ان انا بقى فعلا اللعب ده اجهد بشكل كبير اريحه اعمل الروتيشن وغيره انما مش لعب النهاردة تسعين دي او انا كويس وعمل ماتش كويس والماتش اللي بعده اريحه خالص تفاهم ازاي استمرارية في الملعب بتدي علوه في المستوى الفني والبدني يعني والفني اكتر لان في حاجة اسمها يعني لقة المباريات الرسمية ان انا ابقى رجلي في الملعب وحاس ان انا اساسي عارف اللي هو بيفكر انا من مرة اللي فاتها عملت كذا مرة الجاة دي بيش حد في التمرين بيدي 100% كبتن حاشيش اطلاقا بيش حد بيدي 100% ولو واحد قاعد يتمرن طول عمره احسن واحد في الملعب في التدريب ملعبش مباراة الرسمية متاخدش منه متاخدش منه حاجة لان مباراة الرسمية بيبقى فيه جمهور وفيه منافس وفيه ضغط وفيه منافس وفيه ثلاث نقاط وفيه حاجات كتيرة والباصة محسوب عليك انما في التمرين ايه ضيع لا وفيه منافس يعني قمة امانية انت بالنسبة لك تبقى ممكن مباراة واحدة زيها زي ايه مطش في عالم دارة سيزن بنسبة للمنافس بتاعك دي اهم مباراة في الدنيا بالنسبة لانه يكسب اهل وعدين التقسيم يا احمد مهما كان احمد بيلعب معي في نفس الفرق انا عارف احمد بيلعب ازاي وبيخش ازاي وبيعمل ازاي انما لما بقابل نوعيات مختلفة من اللعبة بمختلف مدارس بتكسبني خبرات يعني دي اللي بتديني خبرات في المباريات انا اسمي ازاي انا بقولك تحت الضغط الجماهيري حكم صفارة ضغط من ناس كتير ضغط جمهور لا الهدل هي متعة كورة القدم انك بتقدرش تتاقع نتيجة مباراة ولا سيناريو ماتش يعني فيه ناس كتير تقولك اهلوية وانا ممكن اكون منهم الاهلي في مواجهة الستي فرصنا ضعيفة او في ان احنا نكسب انك تتعافش سيناريو ماتش ممكن يمشي ازاي لا لا مفعش لعبة مشتركة او هجمة مرتدة جمهور منطقة الجزاء فالاهلي ياخد ضرب الجزاء والمانسيتي يترد منه واحد تلاقي سيناريو ماتش راح في حتى تالي شفت فرق كتيرة بتلعب منافسين كبار قوي ونقول الماتش ده لا لا ده الماتش ده هيبقى مشكلة النهاردة هيتغلبه اربعة خمس تلاقي سيناريو الماتش زي ما انت بتقول فرق بتضيع واترد منها واحد تركب الماتش او تلعب كذا ده فيه فرق كمان بتلعب نقصة وتكسب صحيح وتكسب وتبقى أقل مستوى من المنافس فالكورة علمتنا حاجات كتيرة جدا جدا واحاجات غريبة اهم حاجة فيها الاجتهاد والتركيز والاخلاص وبازل الجهد ومتدخلش بقى اي حاجة صحيح تتمنى اوكلند او الاتحاد جدا بص يعني هو اختيار صعب بين الاتنين يعني اختيار صعب بين الاتنين طبعا مع الاتحاد هتبقى منافسة قوية جدا لان طبعا الاتنين من الدول العربية ومنافسة وكده اي وفي نفس الوقت برضو مصر والسعودية عموما يعني طبعا الانداء ومنتخبات فيه دربي من نوع خاص وبعدين خلي بالك هيبقى فيه منافسة بين الجماهير طبعا انما الفرقة التانية اوكلند طبعا ما فيش جمهور يعني بمعنى جمهور ومدارس تانية خالص وحاجة تانية خالص ما عندهمش العصبية بتاعتنا كمنافسين يعني فانت بص كل جيبه ربنا كويس انا مش هبص انا هلعب مين انا بص النفس انا بقى كويس يعني انا ابص ان انا عايز اطلع الدور اللي بعده فزي بقولك بالاجتهاد وبالقوة وبالاسرار ودايما تبقى انت حطت دماغك في الحاجة الاعلى عشان اوصل لها انه مقولش ايه طبعات دي بس الماتش ده وبعد كده الماتش انا مش عايز مديل يا برونزي لا ده انا عايز العب بقى اول مرة العب نهائي تبقى حاجة تتحسب لي وتتحسب لي الفرق كلها تحسب لي النادي الاهلي فدائما التارجد بتاعك دائما علي سقف الطموح بتاعك ايه لو عملنا تقيم كده الاهلي جاب كم فلمية من مستوى في المرحلة ما قبل كاس العالم والجاب او النواقص اللي ممكن في خلال اسبوع من وجهة نظرك نقدر نجيبها او نقدر اسبوع فترة كافية انه الاهلي يقفل صفحة ويفتح صفحة جديدة وانه يشتغل على الحاجات اللي كانت نقصة في انسجام في جماعية في فعالية في بدني في تكتيكي يعني انا متخيل احمد غير الجمهور يعني او غالبية الجماعير بتقول الاهلي مش مستوى وهناك ربنا يسطر والدنيا والقصة انا بقول ان ده تحدي مختلف جدا جدا المسئولية هناك لعيبة بتلعب مع زي ما بقولك انا عجبني على فكرة فكرة الاهلي مش في مستوى دي اه طبعا يعني عجباني جدا على فكرة عجباني بالنسبة لان المنافس يستقبلها وعجباني بانه اللعيبة تبقى رايحة وعارفة ان الناس بتقول عليها انه الاهلي مش في مستوى وفي تجارب وفي حاجات كثيرة في التاريخ علمتنا الكلام ده لو تفتكر ترجع بالتاريخ على منتخب مصر بقى وثمانية وتسعين بركينة فاس طبعا كانت الناس بنوها نطلع الثلاثة عشر والاكابتن جوها لنفس الموديل الفني قال لك انا مش رايح اه انا رايح اصف بدي ياخد البطولة ولعب لعب مع فرق قوية جدا جدا بمحترفينهم وكده فكرة يعني ملهاش كبير زي بقولك هي نقلة تانية خالص لما بنزل مطشط الدوري ما انا كله ما تكون مثلا انت خارج مع صحابك تلبس لبس عادي وانت خارج مع صحابك انما لما تكون رايح فرح بتبقى لابس بقى حاجة يعني حاجة شيك يعني انت نفس القصة بالنسبة للنادي الاهلي انا رايح على مستوى عالي جدا جدا لازم بابقى ند للموضوع ده قدامي جمهور انا مستيبه في القاهرة لأ ده انا رايح الا ايه هناك جمهور كبير جمهور النادي الاهلي هناك في السعودية حاجة جمدة جدا جدا فحيبقى عليك ضغط وحيبقى لو انت محتاج حماس وتشجيع هتلاقي اكتر من اللي بتقابله في مصر فكل ده لازم منطق الحجر وبعدين طالما انا اساسا انا الخوف ان انا كل اللعيبة بتاعتي مش على قد المستوى هي امكانياتها كده هقول لا حتى يعني لو عادت تشجع فيهم مليون سنة انت فاهم ازاي انما لا انا عندي لعيبة عملت قبل كده يعني احنا قريدي مجربينهم في بطولات قبل كده طب ليه لا في اللي جاي فيه لعيبة وصل توب فورب السنة دي من وجهة نظرك فيه لعيبة جابت افضل مستواتها يعني طبعا فيه طبعا الشناوي عامل مباراة طبعا خلال فترة اللي فتت يعني محمد عبد المنعم طبعا ربنا رجعه بالسلامة برضو عامل يعني برضو مستوى كويس عندك ديانج ماشي كويس بيرستاو ماشي كويس شحات يعني كان ماتشاط ماتشاط يعني فيه اللعبة مش بعيدة عن مستوها يا حبيس انما فيه بعض المباراة كان فيه نوعا من بس ازاي بقولك تصرع وتصرع وعدم اهتمام في بعض الاوقات بالذات وانت مقابل الجون او في الفرص اللي هي المحققة الاكيدة في رعونة شوية مبقاش فيه تركيز لان انت تعال شوف الماتشاط اللي فاتت دي كلها انت مفيش ماتشاط حتى اللي تعادلتها او اللي خسرتها موصلتش ووصلت بأهداف محققة انها تيجي فهي كل الكلام ده لازم بقى يترجم في اللي جاي الاهلي قادر يتجاوز الماتش الاولاني ان شاء الله قادر او تحلم تتمنى احلم اتوقع او صنع ان شاء الله بإذن للسنة دي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بشكرا كابتن حشيش نوارك الدين شكرا محمد وعلى مدار الاسبوع ده هنتابع معاكم لحظة بلحظة زي ما قلتلكم النهاردة رحم التدريبات بكرة تمرينة خفيفة صباحا ثم السفر والترجه للمملكة العربية السعودية ان شاء الله لبداية رحلة الاستعداد لمباراة الجمعة القادمة في مواجهة الفائز من اتحاد جدة واوكلين سيتي بشكركم على المتابعة النهاردة تحياتي لكم تقابل بكرة على كل خير ترجمة نانسي قنقر